تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال ثلاثة أشخاص أحياء بعد مرور نحو 296 ساعة على الزلزال الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا وقالت وسائل إعلام تركيا إن عملية الإنقاذ تمت في مدينة أنطاكيا بولاية هتاي جنوبي تركيا بعد مرور 296 ساعة على الزلزال المدمر وأظهرت لقطات الفيديو لعملية الإنقاذ قيام الفريق المشرف بنقل الناجين الثلاثة وبينهم طفل إلى سيارة إسعاف ثم إلى المستشفى وكانت فرق الإنقاذ تمكنت أمس الجمعة من انتشال شخص في الأربعينيات بعد قضائه 278 ساعة تحت أنقاض منزله في ولاية هتاي